الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتمادي 12 سفيرا جديدا لدى مصر وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أنه بعد انتهاء عملية البحث في المواصب خاني يونس تم انتشال 400 شخص بين شهيد ومصاب وأوضح الدفاع المدني أن القصف دمر 1200 خيمة ومقر لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه وأدان الدفاع المدني إصرار الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المدنيين ورفض التنسيق لدخول وإخراج المصابين والشهداء قالت قوات الحوثي أنها استهدفت السفينة الإسرائيلية يونيفيك في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأوضحت قوات الحوثي أنها هاجمت أيضا أهدافا عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرات مسيرة دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض التوتري بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض إن الانتخابات الأمريكية ستكون فترة اختبار للبلاد مشددا على أن السياسة يجب أن لا تكون ميدانا للقتل وأكد بايدن ضرورة الحوار السلمي واتخاذ القرارات على أساس المبادئ الدستورية للولايات المتحدة ورياضيا تويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس الأمم الأوروية لكرة القدم بعد فوزه المثير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وتقدمت إسبانيا بهدف في الدقيقة السابعة والأربعين عبر وليمز ثم أدرك منتخب إنجلترا تعادل بهدف في الدقيقة الثالثة والسبعين عن طريق اللاعب كول بارمر وفي الدقيقة السادسة والثمانين أحرز البديل ميكيل أويرزابال هدف الفوز للمنتخب الإسباني ليقود الباتادور لحظ اللقب للمرة الرابعة في تاريخه كما تويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوب أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على كولومبيا بهدف النظيف وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان للأشواط الإضافية التي حسمها المنتخب الأرجنتيني لصالحه بهدف نجمه لوتارو مارتينيز عند الدقيقة المائة واثنى عشر ليحصد رفاق ماسي اللقب القري للمرة السادسة عشر في تاريخهم انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا باصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر